زيارة الكابتن محمود الخطيب لمعصغر الالف النمسا عشان تدي حافز كبير جدا للعبين ان فيه اهتمام وفيه تركيز بالنسبة للموسم الجديد يمكن لقطات بقى ايه؟ لا هاتها من الاول كده مجدي بصوا الكابتن محمود الخطيب طبعا اول ما شاف الكورة انت عارفين بقى حالة العيش وحب جماهير الكورة للكابتن محمود الخطيب وزي ما قالزم اننا فروس صلاح يمكن افشا بنطة الكورة مع الكابتن بيبو فخالد بيبو قاله انت رايح فين يا افشا انت مع الكابتن محمود الخطيب ما تزرش بصوا جماعة يا بخت يا بخت اللي اتفرج وحضر العصر الزاهب للكورة المصرية في عهد الكابتن محمود الخطيب وفي الفترة اللي لعب فيها الكابتن محمود الخطيب في الكورة المصرية يمكن الجيل بتاعنا جيل سيء الحظ لان احنا على ما بدأنا نوع على الكورة كان الكابتن الخطيب اعلى الاعتزاله ولكن دلوقتي هنبقى من المحظوظين اللي شفنا فيه الوقت اللي الكابتن محمود الخطيب بيناتط الكورة يعني من اللحظات المهمة جدا لان الكابتن محمود الخطيب ليه اهداف وليه صوالات وجوالات في القرى الافريقية يعني لا تعد ولا تحصى فلما بنصدق نشوف الكابتن ماسك الكورة او بيلعب بالكورة يعني حتى هو مع حمزة علاء بصوا المهارة يعني الله ما صلى على النبي يمكن لسه المهارة موجودة وربنا يديلك الصحة يا كابتن وجيل الجيل زمان والجيل القديم محظوظ لانه شف اجيال لعبة كورة للكورة كابتن محمود الخطيب الله يرحمه الكابتن صف وضع عبد الحليم كابتن مختار مختار كابتن علاء ميهوب كابتن طاهر ابو زيد عارفين يعني عهد وفترة زمانية شفنا فيها او سمعنا اللي احنا مشوفناش لكن قرينا وسمعنا وتفرجنا على مباراة زمان كابتن عبد العزيزي عبد الشافي كابتن زيزو انا مش عايز اقول كل الاسماء عشان منساش حد ولكن اللي شاف الكورة زمان يبخته لان احنا لما بنشوف بس لقطة للكابتن الخطيب وبيلعب بالكورة بتبقى لقطة بالنسبان لقطة نموذجية كمان الكابتن كان حريص ان يقابل كل لعب يتكلم مع امام عشور ويشوف امام عشور بيستعد ازاي بيجهز ازاي ركز الفترة اللي جاية حتى مع احمد عبدالقادر بيقوله ايه اللي حصل ده نيولوك جديد قابل لكهرباء اتكلم مع كهرباء اتكلم مع خلال عبدالفتاح بيتطمن عليه الكابتن برضو هو بيتجول في التدريب وفي اول مرمع الفريق بيتكلم مع عدد من اللعيبة اللي عارف كل لعيب عنده ستوري وعنده حكاية فبيتكلم معاه بتستعد ازاي ركز فكر في اللي جاي كريم فؤاد اكرم توفيق اتنين لسه راجعين من اصابة طويلة سنة كاملة مش موجودين مع الفريق بسبب اصابة الرباط الصليبي لكن النهاردة بيتطمن على الاتنين الاتنين ان شاء الله راجعين للتدريبات والمباريات فان شاء الله بإذن اللي أنا تمنى ان يكون المعسكر معسكر نموذجي وزيارة الكابتن محمود الخطيب انا من وجهة نظر وكل الاهلوية شايفين ان هي زيارة مهمة جدا لان هي بتدي احساس لكل لاعب ان الفترة اللي جاية لازم نركز لازم نستعد عندنا تحدي صعب انك تحافظ على النجاح اللي انت حققته الموسم الماضي فكل التوفيق يا رب للنادي القالي خلال الفترة اللي جاية